أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دور السلطة القضائية في ترسيخ مبدأ العدالة كأحد المرتكزات الأساسية أو الرئيسية لصون الحقوق وتحقيق التنمية المستدامة ونوها السموه بما وصلت إليه المنظومة القضائية من مستويات متقدمة وهمية استمرار تطوير هذه المنظومة عبر موصلة تبني المزيد من المبادرات التي تعزز من كفاءة الأداء وتحسين وإعادة هندسة الإجراءات لتواكب متطلبات التنمية وذلك بما يعزز من إسهاماتها في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر الرفاع اليوم معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد حمد بن فيصل ملكي وزير شؤون مجلس الوزراء حيث هنأه سموه بمناسبة تعينه نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيسا لمحكمة التمييز متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله ونوه سموه بما يطلع به المجلس الأعلى للقضاء من دور هام في تعزيز نزاهة السلطة القضائية من خلال تعزيز تطبيق سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات باستقلالية وعدالة مشيدا سموه بالتعاون المميز للسلطات الثلاث وعملهم بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق الرؤى والتطلعات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى مؤكدا سموه وهمية موصلة التعاون والتنسيق بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للبناء على ما تحقق من مستويات متقدمة على مختلف الأصعدة بما ينعكس أثره على رفعة ونماء الوطن والمواطن من جانبه أعرب معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يليه سموه من حرص واهتمام بالسلطة القضائية بما يسهم في تعزيز مسارات التنمية في مملكة البحرين